أول حاجة أن ما بيدخلش الجامعة ناس مش من الجامعة لأن لما بيحصل فيه مظاهرة إحنا مشكلتنا في جامعة قرية لما بيحصل فيه مظاهرة بتطلع تسيطر على الأبواب بعد كده بيروحوا يجي ناس من الشارع من اللي هم بقى الترس أحرار وما شابه ذلك يخشوا في وسطهم دول من طلبة المدارس السنوية من طلبة المدارس المعاهد الفنية من طلبة المعاهد الأزهرية وبيخشوا معاهم شايلين المولوتوف والكلام ده كله وشايلين الدعم بقى كل ده كل الكلام ده واللي حصل يوم الخميس 16 يناير كان بأزا الشكل بس حاجة عندك الشرارة جوه يا دكتور الطلاب نفسه لا شوفي الطلاب اللي جوه لو تم إحكام الأبواب وما دخلش حاجة ومنعنا دخول غير الطلبة المظاهرة بتبدأ وتنتهي وما فيش مشكلة ومن السهولة السيطرة عليه إنما الإشكالية الكبيرة في دخول هؤلاء الطلاب المأجورين في الحقيقة اللي بيبقوا جايين متأجرين اللي بيبقوا في يوم 16 ده مسكنا أحد الطلاب من المعاهد الفنية معاها أجندة بتكليفات بمبالغ الموزعة والأجندة دي طب المظاهرات اللي شهدتها الجامعة بتاعت حضرتك قبل هذا التاريخ كانت كلها مظاهرات سلمية؟ لا عشان كده بقوله حقي الشرارة قوي لا ما هو نفس الكلام ما هو نفس الكلام برضو كان كل مرة بيدخل أنا كان عندنا أربع وقائع حصل فيها عنف أربع وقائع وتم التعامل معها طب بص يا دكتور أنا أقول حضرتك حاجة بصراحة يعني أنا لما كنت بتابع تصريحات حضرتك كنت شافة أن حضرتك ليك وجهة نظر أن التعامل الأمني ما فهمته أنا وقوضة